السلام عليكم رحبكم معي وصفة جديدة في قناتكم شوما اسماء الوصفة اليوم هي زوينة بالصفة عبارة على فطائر خفيفة جدا فطائر البانكيك بالساميد او الحرشات بالساميد والحليب بدون بيض اللي كيجو اكتر من رأيين كيتحضرهم بسرعة تحضرهم الفطور صباح او للقوتي اكيد غالينا للاعجاب ديالكم حضرهم ايضا لوليدتكم فغالينا للاعجاب ديالهم كنقول لكم اذا كنت اول مرة تزوروا القناة دائما توصلوا بجديد القناة وخليكم معي الى اخير الفيديو باشترفوا لطريقة تحضر المقادر وفرجة ممتعة اذا بسم الله على البركة الله سنمرر لطريقة تحضر المقادر عندي هنا جوش كيسان جال ساميدا رقيق برس بالكأس جال انبا مايو عاجل 150 غرام نضيف لهم ربع كأس جال زيت المائدة وغادي نمزج هاد جوج ديال المكونات باطرف الاصابي حتى كيت البسوليا لحبيبة تكاملين جال ساميد بالزيت ممكن ايضا تعودوا الزيت بزبدة مدوبة او اللا ممكن تمزجوهم بجوج يعني تمزجو الزيت مع الزبدة او اللا تكتافوا فقط غرب الزيت كنخلطوهم جيدا بهاد شكل هادا حتى كيتلبسوني نام زيان كما كتلاحظو ثم غادي نضيف ميلقة كبيرة جال سكر سانيدا عندي هنا راس ميلقة صغيرة جال خميرة الخبز وعندي راس ميلقة صغيرة ايضا جال ملح وغادي نضيف ساشة جال خميرة الحلويات ما يعادل 7 جرام وهنا غادي نضيف الحليب غادي نضيف الكأس الاول بنسبة الحليب فهو دافئ غادي نضيف الكأس الاول وغادي نخلط جيدا بالطريقة هادي ممكن ايضا تنسمو هاد الفتائر جالكم بالفاني اذا كنحركو بالطريقة هادي جيدا حتى كيتشرب لي الكأس الاول جال الحليب ثم غادي نضيف نصف كأس اخر يعني انا في الكيميا كاملة جال الحليب اللي غادي نستعمل جوجيا الكؤوس فاضفت كأس ونصف في الاول الخليط ومن بعد نصف الكأس التاني فغادي نضيفه فيما بعد اذا كنا نخلط مزيان بالطريقة هادي ثم غادي نغطي الخليط وغادي نوضعه جانبا حتى كي يرتاح او لا كي يختمر مدة جال ربع ساعة تقريبا ثم غادي نمر باش نحضر الحشوات جال هاد الفطائر فقط انا هندي هنا شوية جال شكلات اسود هاد اللي دوبته في حمام مريم وهنا كما كتلاحظو عندي ورق جال الزبدة وكان نوضع فيه هاد ال كان شكلها كدوائر باش كتجيني سهل انني نوضعهم في الوسط جال جال الفطائر جالي بالنسبة اللي عندو الشوكولات الجال التهن اللي كيكون سائل فممكن يستملو واستغناء على هاد المرحلة هادي اللي ما عندوش فا يعني هاد المرحلة هادي كتبقى احسن وكتجي اسهل باش اننا نستملوه في الفطائر جاولنا اذا هنه بعد اما مرت لي ربع ساعة تقريبا كما كتشوفو الساميد شرب اليم زيان ذاك الحليب وصبح لي القوام تقيل كما كتلاحظو هنا غادي نضيف نصف كأس ديا الحليب اللي تبقى ليه من الحليب كنضيفو وكنحرك جايدا باش كيخفف ليه القوام ديا الخالد وهنا مباشرة غادي نمر باش غادي نطيب هاد الفطائر هنا غاديت ميقلة مكة للسقش وكندهن بشوية جال الزيت ممكن ايضا دهنوها بشوية جال الزبدة وغادي ناخد تقريبا القياس ديا المغرفة صغيرة كما غادي تلاحظو معي وكنوضعو في الواسط كنحاول انني نوزعيني للخالد جايدا باش كي يجيني مقدف الشكل جاله ثم هنا غادي نوضع قطعة جال الشوكولاتة اللي سبق ليه ودرسها كتبرد غادي نوضعها في الواسط ثم غادي نعود نغطيها بشوية جال الخالطة بها الطريقة هادي حاول انكم متكتروش العاجين باش ميجيكمش الفطاة يرجي لكم غلاد وهنا بالمساعدة جال السباتشول غادي ننقلب الفطاة يرجي عليه بها الطريقة وحاول انكم تقدو تقدو الجواني باش كي يجيكم شكل مزيان بالطريقة عادي حتى كتتحمر لنا ايضا من الوجه الاخر ديالها وكنحيدوها ونضعها في طبق تقديم كي در كي ما كتلاحدو فكيت توجدو بسرعا يعني ما كياخدوش معانا الوقت هادي نعود معكم حتى اخر هنا كنا ناخدو شوية جال زيت اللي كندهنوها في المقلات كي ما كتلكو ممكن ايضا تستعملو الزبدة وكنن نوضع يعني القياس ديال المغرفة صغيرة كنوضع بعد طريقة هادي وكنوضع في الواسط قطعة جال شكلات ممكن ايضا تستعملو نيوتلا او لا اي شكلات متوفرة عندكم ديال التهن وكننغطي مرة اخرى بالخالط بعد شكل هذا كننغطي فقط غير بشوية جال الخالط باش ميجونيش الفطاة يرجيو لي غلادة اذا حتى كي تحمرو لنا من الاسفل وكتلاحظو بان ادوك الجوانب يعني كيقصاحو وكنقلبوهم على الوجه ديالهم وملي كتتحمر لي الى الوجه الاخر بات طريقة كي ما كتلاحظو فكنوضعها بطبق تقديم اذا غادي نكمل بنفس طريقة حتى غادي نكمل الخالط الجالي كامل غادي نطيبو بعد طريق عادي كي ما كتلاحظو وغادي نقدم الفطاة الجالي كي جوا زوينين بزاف صراحة اكيد انهم غادي نالوا الاجاب ديالكم كيتحضرو بسرعة خصوصا في الفطاة كي جوا زوينين بزاف وكي جوا لدادين كنتمنا يكونوا نالوا الاجاب ديالكم وكنقول لكم شكرا على المشاهدة شكرا على هاتم تذهبوا جالكم وكما العادة ما تنسوش تخليوا اليالا كي جالكم كيتو كي شجعوني وتعليق جالكم ايضا بهم كنا نزيد انني نعطي اكتر ونزيد من الفيديوات اكتر وكنقول لكم شكرا على المتابعة مرة اخرى الى وصفة قديمة باذن الله وبسلام عليكم اشتركوا في القناة